الوثائق هي التي تتحدث والوثائق هي وثائق حكومية موقعة بالاسم باليوم بالتاريخ بالرقم الأرقام ومن خلال الوثائق الحكومية إشلون البوق تم بمصرف الشرق الأوسط وعلي غلام وأخوة علي غلام وأولاد أخوه علي غلام سيدة الرئيس حوالات العملة من سنة 2010 الحد إلى 2020 لمصرف الشرق الأوسط مصرف الأنصاري مصرف القابض مصرف القرطاس مجموعة الحوالات التي سوتها هذه المصارف أو التي نفذتها بلغت 30 مليار دولار سنوياً عفواً 30 مليار دولار من 2010 إلى 2020 هذه المعلومات دولة الرئيس كانت منشورة على موقع البنك المركزي العراقي يا محافظ البنك المركزي عيب أن تخفى هذه الوثائق من الموقع أولاً وعيب أن هذه الشركات يتم اكتشافها من وقت مبكر وتبقى تشتغل حتى هذه الساعة وعيب عليكم أنتم المحتضين هؤلاء السراق الذين سرقوا أموال العراقين بمليارات الدولارات أربع مصارف مأخذ 30 مليار إضافة إلى هذا وسوف أثبت لك من خلال هذا البرنامج أن كل الفواتير المقدمة إلى البنك المركزي والذي تم استخدامها للدخول إلى مزاد العملة هي فواتير مزورة حسناً قد يكون أشيكل أقول بعض الأكبر منها فواتير مزورة وأسماء المستفادين من هذه الأموال التي تهربت من خلال المصارف التي بالبداية قلت لك أسمائها هذه الأموال ذولة خارج الدراق وغير مذكورة من 2010 لغاية 2013 دولة الرئيس هذه الحسابات كانت تغذى من مزاد العملة تتم من خلال الولادات يودعون شيكات بالحلقة سأذكر لك إياهم بس خلقوا لك من البداية منهم رائد محمد غلام محمد غلام سيف يوسف غلام وسلام الله على الغلام وشركة الندى للتحويل المالي هذه الشركة التي كانت واحدة من الشركات التي تعمل مع شركة الشرق الأوسط وراح أنطيكم وللسيد دولة الرئيس وللسيد رئيس مجلس القضاء وإلى هيئة النزاهة أن هذه الشركة من المديرها المفوض وشقد الأموال التي كانت تدخل وانتوب ولياش شركة بالإمارات برك كانت تطلع من 2014 لغاية 2020 أصبحت عملية تغذية حسابات مزاد العملة تتم بواسطة الإيداع النقدي ويعرفون المصرفين ما معنى الإيداع النقدي حتى شنو ما تنكشف أسماء المودعين لكن أنا من خلال المخاطبات والوثاق راح أطيك أسماء المودعين جميع هذه الحوالات كانت تتم لصالح المدعو علي غلام كل الأرباح التي حصل عليها علي غلام التي كانت بحوزة علاوي خلال هذه السنوات كانت 2.5 مليار دولار ملف التلاعب بأموال مصرف الشرق الأوسط ملف خطير يحتاج وقفه يا سيادة الرئيس إذا كانوا السادة الوزراء قد قصروا لانشغالهم لقضايا أخرى ما أدري إحنا ما راح نقصروا إياك في هذه القناة وفي هذا البرنامج أن نهديك أول ملف وذاته إذا تحط إيدك بدينا والله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة سوى أن نرضى الله وأن أيضا نستطيع أن نقدم من أجل أطفالنا ومن أجل نسائنا ومن أجل شعبنا الجريح الذي دمروا هؤلاء الفاسدون أربع مصارف ما أخذ 30 مليار تعرف الثلاثين مليار التي طلعت وبعدها راحت إلى شركات لدول أخرى الآن نحن نبالطين شوارع العراق بذهب 21 بسمك أربعة سنتيم ما ظلين نفاكين حلوقنا للهواء ونباع على الحرامية فلان وفلان 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 وشعبنا كاتل الجوع وأطفالنا سرطانات وعندنا نساء ورجال تشحت بالشوارع لأنه أكو الشم حرامي يتم التستر عليهم لكن وحق كل دماء شهداء العراق راح نفضحكم كلكم